هنا بيبقى الراهن زي ما انت بتقول بالزبط كده نصا رمي على الشخصية يعني هي بتهيألي وانت طالع من ظروف صعبة نتائج على مستوى دوري أبطال أفريقيا أو على مستوى الدوري المحلي تعدلين كانوا يعني ملهمش طعم بالنسبة للجمهور قبلها غصارة لقب الدوري الأفريقي قبلها السوبر الأفريقي مرحلة كانت صعبة شوية على الجمهور ومثلت ضغط كبير جدا على ميستر المرسل مع طبعا تفاهم قصة سوشال ميديا والإعلام أيضا حقيقة كان ليه دور مش هقدر يستسني الإعلام فكتنا كده بعد كده بتنقل من النقلة دي لك ترايح تعب كاس عالم في السعودية مبارفة تحية قدام اتحاد جدة بنجومه بإعلامه بجماهيره فتظهر شخصية النادي الأهلي طبعا كابتان أحمد يعني في الأول عاوز أقول أحرك النادي الأهلي اللي حصل في بداية السيزون ده أمر طبيعي أي لعيب أو أي رياضي بيمارس الكرة بالذات يعني الناس الموسم اللي فات مجموعة اللعيبة اللي موجودة دي بالجهاز الفني خدوا خمس بطولات كل البطولات اللي شاركوا فيها خدوها بداية السيزون لازم طبيعي كرف اللعيب يعني اللعيبة كلها كانت في الطوب فورم بتاع السيزون اللي فات ودالي لهم ما خدوا خمس بطولات بداية السيزون اللي هي بداية السوبر الإفريقي هو ده اللي خلى الناس كلها بتريد تتكلم للأهلي السيزون ده مش هبقى زي الموسم اللي قابلو والبطولات هتبتدي بطولة ولا بطولة لكن أنا الراجل يعني رد على الناس كلها كل الناس مستر كورر اللي هو كان كل تفكيره في كاس العالم اللي هو قعد الناس كلها بتنتقدوا في الروتيشن وكلهم براية بيطلع تلاتة أربعة أعتاري هو الراجل أصلا كل تفكيره يوصل باللعيبة الفورم اللي هي كانت فيهم الموسم اللي فات اللي هو يظهر بقى بكاس العالم ودالة حصل فعلا آه فيه مماطشين في الدوري سموحة ويوجونة للتعادلين لهم وراء بعض ما هو أنت تعادل مع الجونة وسموحة في الدوري طبيعي جدا أنت كجمور حتى وانت كرامي تبقى شايل هام مماطش التحاد جد تقلع صحيح؟ أكيد أكيد بس أنا عاوز أقول الحراك برضو يعني دي سمت بقى شخصية النادي الأهلي وشخصية اللعبة اللي موجودة في النادي الأهلي أنا اتكلمت في الموضوع ده في أحد البرامج برضو قبل بطولة بأسبوع كان بيتكلموا معي قولتهم لا النادي الأهلي يعني أنت كنت متوقع شخصيا النادي الأهلي يكسب التحاد جد ايوة طبعا ليه أولا النادي الأهلي اللعيبة كلها فيه لعيبة كبيرة جوات اللبس هتعرف تدي دوافع أكتر للعيبة طبعا المجلس الإدارة مع الجهاز الفني فيه دوافع كل يوم الدوري معلش انت لقالي هنلعب المؤجلات هتبقى أول دوري فما فيش مشاكل هي بس السوبر بطولة وارد ما انت مش تاخد كل البطولات فيش فرقة في العالم بتاخد كل البطولات والدوري الأفريقي ده احنا دخلنا بيه طبعا عشان العائد المادي وعشان حاجة كبيرة ولسه أول سنة سنة تعملوا وجود النادي الأهلي طبعا في بطولة زهديات بتقول بطولة أكتر وبجانب ده كله بقى اتحاد جد ومنواشات اللي كانت قبل الماتش والجمهور والسعودية وجمهور الأهلي هنا واحنا والتحاد جده وكريم بنزيمة مش بالأسامي الكرة مش بالأسامي واللعيب الكرة وكابتن أشرف أكيد عارف حاجة زي كده فحدث عالمي زي ده هم مش استفزوا الأهلاوية بس على فكرة لا ده كلهم هم استفزوا مصر كلها جماهير الكرة جماهير كلها بصباحة يعني لقيت صفحات للزمالك وصفحات للسعيلي وصفحات لكل زي الفرقة اللي بينك وبينها منافسة يعني قوية جدا كلهم بواقف ضار هم استفزونا هكت من اللحظات الحلوة والله بجد ها طبعا وأنا بقول لحدك يعني الحدث اللي بيبقى عالمي ده والناس كلها شايفاه أنا كالعيب الكرة هيبقى هبقى تركيزي مش هقول له حراك وده الدليل اللي في مطش التحاد جدا عدنا المطش اللي بعده كان ممكن يعني كان الناس بقى خلاص بقى فيه طموح اللي احنا نكسر حتة البرونزية فده الطموح اللي خلى الناس كلها زعلت شوية بس على طول نادي الأهل ما بيزعلش الناس خدنا البرونزية وصالح الجمهور بالصور على اوهل